السلام عليكم أي المتابعون الكرام مرحبا بكم مع سلاوي نيوز فيديو جديد وموضوع جديد موضوع الفيديو سينقلنا إلى المكسب الوطني للسيكاك الحديدية وبالضبط إلى مشروع الخط الفائق السرعة القناطرة مراكش كما تعلمون معنا تولت الصفقات بحيث أن الصفقات لم تتوقف يعني طيلة الأشهر الماضية وخلال حتى الأيام التي صبقت إذن أي المتابعون الكرام خلال الساعات التي مضت والأيام التي مضت تم الإفساح عن أهم صفقة وكما تعلمون معنا عندما نتحدث عن خط سيكاكي فهنا لابد من الحديث عن القطبان الحديدية وهنا لابد نفتح قوس وأشري إلى مسألة معينة أن القطبان الحديدية المخصصة للخطوط الفائقة السرعة هي مختلفة كليا عن القطبان الحديدية المخصصة للخطوط الكلاسيكية إذن هناك فرق شاسع ما بين قطبان الحديد التي تم استعمالها للقطار الفائقة السرعة والقطبان التي تم استعمالها للقطارات الكلاسيكية شيء آخر لابد أن نشير إليه هو أولا من أجل استخراج أو من أجل وصول إلى المرحلة النهاية مرحلة القطبان الحديدية المخصصة للقطار الفائقة السرعة هناك عدة مرحل يمر منها يعني هذه السلسلة من استخراج المعدن الحديد وصولا إلى إنتاج الفولاد النهائي وهذا يتطلب مصانع متطورة تشتغل بتقنية حديثة وتكون لديها خبرة واسعة في هذا المجال فهذا يعني الجزء صناعة القطبان الحديدية لا يقبل الخطأ إذن أي المتابعون الكرام كما قلنا لكم خلال الساعة الماضية تم الإفصاح عن الشركة التي نالت صفقة توريد القطبان الحديدية للمكتب الوطني للسيكيك الحديدية هذه الشركة هي شركة جي أس دابليو ستيل إيطالي وسيقول للبعض أخي سلاوي نيوز لقد سبق وسمعنا بجي أس دابليو ستيل وسبق وتحدث وقلت على أن هذه الشركة هي شركة هندية بل عملاق ووحش هندي في مجال الفولات على الصعيد العالمي والدولي فعلا عندما اليوم نتحدث عن جي أس دابليو ستيل إيطالي فنحن نتحدث اليوم أن المكسب الوطني سيتعامل مع فرع الفرع المتوجد بإيطاليا وأننا نتعامل مع الشركة الأم المتوجدة بالهند إذن هذه الشركة جي أس دابليو ستيل إيطالي فنحن هنا نتعامل مع إيطاليا ولن نتعامل مع الشركة الأم المتوجدة في الهند شيء آخر قيمة الصفقة تقدر بخمسمائة وستون مليون درهم ما يعادل تقريبا واحد وخمسون مليون يورو شيء آخر القطبان التي سيتم توريدها للمكتب هي قطبان نوعان من القطبان قطبان يبلغ طولها ستون مترا وقطبان يبلغ طولها ستة وثلاثون مترا أما فيما يخص الجودة وكل ما هو تقني فلا دعي لأن نقول لكم أن هناك معايير دولي وعالمية لا يمكن التنازل عنها أو التشكيك فيها فيما يخص كيف ستكون المعامل هل هذه القطبان ستصنعه في المغرب أظن الأخوت صراحة وبصدق أظن لا كما كان معمول به مع الشركة الهندية التي كان الحديث عنها تقريبا هذه مدة ستة أشهر أو سبعة أشهر كان من المتوقع أن يتم توصيل القطبان يعني الشركة تنتج القطبان وتقوم بإيصالها حتى ميناء الضر البيضاء ومن تم يتكفل المكسب الوطن السيكي حديدية بنقلها من الميناء صوبة الأماكن المخصصة لتخزينها إذن هذا ما أردنا أن نشاركه معكم أيها المتابعون الكرام أردنا فقط أن نخبركم أن شركة أن صفقة توريد القطبان الحديدية للمكسب الوطن السيكي الحديدية قد تم الانتهاء منها وبإذن المولى عز وجل كل أمور تسير والأحسن ما يرام إذن أيها المتابعون الكرام دائما وأبدا كما تعودتم منها اللهم عز الإسلام والمسلمين الله مرحم الشهداء الله محفظ دولتنا وشعبنا ومالكنا من كل سؤل من كل شر كان معكم ستاوي نيوز من المملكة المغربية الشريفة تحياتي